والحقيقة هل هو موضوع مهم جداً النهاردة اللي هو موضوع العدوى المنتشرة من المستشفيات أو داخل المستشفيات الحقيقة هل هو موضوع دكتورة نجوة حارج فعلاً ومهم ويستاهل الاهتمام بيه ويستاهل المناقشات ويستاهل هذه الاختراعات عشان نقلله؟ هو بالتأكيد هو موضوع مهم والعدوى المكتسبة داخل المستشفى بتعتبر من التحديات للخدمة الطبية ببساطة شديدة أنا مش مفروض عيان أو مريض داخل المستشفى علشان يعمل عملية أو علشان ياخد كشف أو ياخد رعاية طبية يخرج من المستشفى بعدوى أو يكتسبها أثناء قمت داخل المستشفى وهذا النشاط هو على فكرة مش حديث أوي يعني لو تطرقنا للتاريخ شوية احنا في حد من العلماء العرب كان اشتغل علشان البيئة الأمنة أبو بكر الرازي وعمل نوع من الاختبار البايولوجي لمكان كان مفترض هيتبني فيه مستشفى وكان أول حد احنا بنعتبره بايونير أو رائد في اختبار البيئة الأمنة لما جاب قطع من اللحم وابتدى يشوف ايه آخر قطع حصل لها تعفن وكانت ده أنسب مكان يتم فيه بماء المستشفى قبل ما يشوف الميكروات وقبل ما قبل الميكروسكوب فلما نيجي النهاردة في الوقت بتاعنا ونهتم بإنه تبقى بيئة المنشقة الصحية أو المستشفى بيئة آمنة دي لازم كلنا هنشتغل عليها وكلنا نبقى مسؤولين عنها طب أهم الأسباب ايه دكتورة؟ هقول لحضرتك فيه أسباب كتير يعني لو التهوية احنا النهاردة حتى في بيوتنا مش بس المستشفيات بنعتمد على التهوية المغلقة فالتهوية المغلقة داخل مستشفى ليها مواصفات بحيث أنه الهوى لازم يبقى يتعرض لفلاتر بحيث أنه لما يبقى داخل الأوضة أو الحجرة بتاعة المريض ما يبقاش يبقى تعمله نوع من الفلترة من المايكروبات احنا كأشخاص كعملين في المكان ما لابسنا؟ ايدينا ايدينا دي نمر واحد طبعا ممكن لو ماهتمناش بنظافة وتطهير الادين حنقدر ننقل المايكروبات دي وخصوصا أنه احنا بنبقى داخلين المستشفى جايين من الشارع أو ركبين واصلات فمهم قوي أن احنا ايه؟ نتخلص من كل المايكروبات دي فأول تعامل مع المريض طيب دي تاخدنا بقى للنقطة بتاعة الملابس عشان نقدر بقى نعرف ايه موضوع القماشة الطبي دول هل ملابسنا كأطباء وممرضات وطاقم فني بتساهم في نشر المشكلة دي؟ أكيد لأنه احنا في التعامل مع المريض احنا ما بنبقاش حاسبين قوي احنا هنلتقي بالمريض أو لو قلنا فيه contact point يعني نقطة تماث لو أنا مثلا لو طبيب هكشف على مريض بسماعة أو حتى هركب له جهاز وارد جدا إن الملابس هتلمس السرير بتاع المريض هتلمس المريض نفسه؟ امتى بيبقى فيه خطورة كبيرة لو المريض عنده مثلا عدوى ويا سلام بقى لو هي عدوى من بنوع مايكروب أو بكتيريا مقاومة لمضادات الحيوية فأنا كده من غير مقصد وغير مشوف لأن احنا مش بنشوف المايكروبات هتتنقل طبعا من المريض اللي هو عنده العدوى وأجي أشوف مريض تاني لأن أنا في أثناء العمل بشوف كذا مريض يعني بدون مقصد حنقل العدوى دي ممكن للمريض التاني من خلال الملابس فدي حاجة مهمة